فأنتم تذرعوا له أم نحن الزارعون لو لشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إلا لنغربون بل نحن محرومون أبريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموا من المزر أم لحل المنزلون لو لشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أبريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم لحل المنشئون نحن جعلناه تذكرة ومتاعا للمقوين أسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمرايق مجوم وإن له لقسم لو تعلمون أظيم أنه لقرآن فريم بكتاب مكنول لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلوا لرزقكم أن لكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوا لها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحا وريحان وجلة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين ترجمة نانسي قنقر